لأنه إما في نهاية السنة أو في بداية السنة سنطلق هذا المجمع والذي سنتمنى أنه ينعكس على الجودة الخضار والفواكه داخل الجهة بالإضافة على الأثمان لا بدأ تكون لدينا إشكالات الاجتماعية المرافقة العملية لجميع كل هذه الأسواق في سوق أو في مجمع واحد في إطار الجلسة الأسبوعية للمراقبة العمل الحكومي من بين المحاور الأساسية التي كانت هي مسألة سيد وزير الداخلية عن الأسواق الجملة وكذلك المشازر باعتبار أنه اليوم البغريب بشكل عام يتجون نحوى تحديد هذه المرافق من خلال شركات التنمية الجهوية للمجمعات بيع الخضار والفواكه وهذه العملية ستؤدي إلى فضاء متسع سترتفع الزبناء هذا المرافق بالإضافة سنعكس على الجودة وكذلك على الأثمان وبالتالي ستكون لدينا مركبات جهوية ومن بينها من الجهة الأرباطس لازم موزعين الجهة الأرباطس لالقونيترا اللي يلتزم سيد وزير الداخلية على أنه إما في نهاية السنة أو في بداية السنة ستنطلق هذا المجمع والذي ستمنى أنه ينعكس على الجودة الخضار والفواكه داخل الجهة بالإضافة على الأثمان لا بدأ تكون بجمع من الإشكالات الاجتماعية المرافقة لعمل جميع كل هذه الأسواق في سوق أو في مجمع واحد لكن التحديث والتطور والعصرات تتفرض على أنه نخارطف هذه الدينامية الجديدة إضافة إلى موضوع المجازر الذي يمثل كذلك واحد انطلاقه اليوم بانطلاق المجزارة ديال بوق ناذل اللي تتجمع الرباط وصلاء القونيترا واللي غاد يلآن مشكل مرحلي يعني إقليم بإقليم في غوضن واحد الأشهر المقبلة غتكون تتشتغل بشكل متكامل واللي هي بمواصفات عالية تتعكس الرغبة في الاهتمام بالصحة وبجودة اللحوب المعروضة في هذا المجازر ترجمة نانسي قنقر